خليني أقول لكم تشكيل الدوري الإنجليزي مناسبة إحنا معنا التشكيل المثالي لدوري أبطال أفريقيا النهاردة لكن خليني أبدأ بتشكيل المثالي أو التشكيل أمسا لبطولة البريمير ليج واللي غاب عنه محمد صلاح لأول مرة منذ احترافه في ليفربول نجم ليفربول ونجم المنتخب المصري غابوا مناسبة التشكيل ده اللي هتشوفوه حضراتكم على الشاشة تشكيل من اختيار الجمهور ده ملوش علاقة لا بالموديلين الفنين ولا بالإعلام الرياضي أو الخبراء الإعلامي ده اختيارات الجمهور اختاروا رايا طبعا حرس الأرسنل هو نص الفرقة الوراني كله أرسنل نص الفرقة القداماني كله السيتي طبعا رايا حرسة مارما جابريال وساليبة وبين وايت في خط الظهر اللعب الوحيد من ليفربول لدخل التشكيلة هو أليكسندر أرنود في نص الملعب اختاروا فيه الفادن ورودري وديبروينا وبالمر يعني تقريبا التشكيلة كلها ميدن منشستر سيتي بالمر طبعا واحد من أهم نجوم الدولة الإنجليزية واستغربت جدا 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 زي جوردولا فرط فيه وكان واحد من نجوم تشالسي السنة دي أما خط الهجوم في إيرلينج هالند وواتكنز ده اختيار الجماهير للتشكيلة الأساسية أو المثالية لدولة الإنجليزية ونسبة رودري على فرح